قتل وصيب خمسة حوثيين بينهم قيادي في مواجهة مع قوات الجيش الوطني غرب محافظة تعز وقالت مصادر ميدانية ان مواجهة عنيفة اندلعت في منطقة القوز بالاشروح في مدرية جبل حبشي غرب المحافظة اثر هجوم شنة ميليشيا الحوثي على المنطقة المصادر اكدت تمكن قوات الجيش الوطني من صد هجوم الحوثيين بشيرة الى مقتل اثنين من عناصر الميليشيا واصابة ثلاثة اخرين هذا وتحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية استعادة مواقع خسرتها لسبوع الماضي بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني في مدينة تعز